ونحن نتكلم عن إيلانجرافيل قلت أنه كان دور الأمريكي طبعاً اللي خلي أصلاً يتم تغيير الأسير اللي هيتم تبادله مع الأسر المصريين هي أمريكا بتعمل كده على طول مع أي حد من جالية بتاعتها بره بره بلادها لما يبقى في خطر يعني هو إيلانجرافيل الأمريكي إسرائيلي وبالتالي أمريكا لعبة دور زي ما حضرتك قلت أنها تأثر على أنه يتم استرداده يعني بالضبط هل ده أمريكا عادة بتعمل كده يعني كرامة المواطن الأمريكي يعني لا هي طبعاً كرامة المواطن الأمريكي عالية جداً وأمريكا بتساند رعاياها في أي حتة يعني في أي مكان في العالم المواطن الأمريكي له حصانة يعني زي ما بنقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بتقفرها في أي مشكلة يعني أياً كانت يعني هي بتحاول مع السلطات يعني هي بتحاول مع السلطات لو فيه مثلاً مقبوض عليه زي جرابيل يعني لو كانت حكم عليه وما كانش فيه تبادل للأسرة خلاص ما كانش هيستمر هنا في مصر طبعا نعرفت شوية عن موضوع للأسرة وأقول أنه كنا بنتكلم برضو من شوية على أنه إسرائيل محتاجة أنها تحسن صورتها قدام العالم العربي تحديدا وبعتقد أنها عندها تخوف حقيقي من الشعب والمظاهرات اللي كانت تعملوا قدام سفارة إسرائيل في مصر تخوف أحد يعني تخليها تقلق وفي الوقت اللي احنا بنتكلم فيها على سحب أصلا السفير فيه أصوات بتطالب بأنه نقطع العلاقات الدبلوماسية وأنه السفير الإسرائيلي يطلع براء الأراضي المصرية هل ده برضو نوع من أنواع أنه طب إحنا إحنا ولاد عم لسه طب خلينا جنب بعض يعني أنا بتكلم بشكل شعبي يعني هو بشكل شعبي طبعا فيه الناس بتتكلم بعواطفها بحسسها أنها عايزة الكيان الإسرائيلي ده يتم القضاء عليه تحرير القدس أيا كان فبيطلبوا طبعا باستبعاد السفير الإسرائيلي لكن فيه فيه مواقف سياسية كتيرة إحنا ما نقدرش يعني يعني مواقف سياسية بالنسبة للدول ما ينفعش أن يتم التعامل معها بالسفير ده طرد مع السلامة شكرا مع السلامة روح ومش عايزين السفارة ونزل العالم أو طب مش بالسهولة دي يعني ما هوش بالسهولة دي ثانيا النقطة المهمة جدا واللي تحسب لمصر برضو جدا بعد الثورة الاعتذار الإسرائيلي إسرائيل لم تقدم في حياتها اعتذار عن أي عملية نفذتها أصدر للشعب المصري لازم أعتبر بالشعب المصري بالضرورة حكومات للشعب المصري لأنه ضغط الشعبي كان أقوى للشعب المصري على اللي حصل في قتل الجنود على الحدود أول اعتذار يعني هي دلوقتي الأمور بتتصعب مع إسرائيل مع تركيا عشان السفينة تحرية وإسرائيل لم تقدم اعتذار ولن تقدم اعتذار لكن في مصر مصر مش تركية مصر مش تركية ما هو ده الكلام اللي أنا بقوله اللي حصل يعني من نتائج الثورة 25 نايلة أن مصر أصبح لها يعني بعد ما تم إهانة مصر لفترة طويلة جدا 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 خلال 30 سنة اللي فاتت مصر استعادت قوتها على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي ومصر قوة قوية جدا وهي قوة أنا أتصور أن هي مصر ولازالت القوة الفاعلة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط صحيح وإن كان يعني خفتها دورها شوية أو بعد سنة بس ده مش معناه أنه مختلفة لكن الشواهد كلها بتقول أنها ما خفتش دورها الشواهد الإقليمية والشواهد العالمية بتقول أن دورها لم يخفت بعد بدليل اللي بتعمله معنا إسرائيل ليه أنا بفسر أنا بحاول أشوف لأنه السفقات إنها تحصل صفقتين كبار زي كده وراء بعد مصر وفلسطين وراء بعد فوقت قصير كده يا خلينا ما ينفعش نفسه بمنحة عن ما يحدث في العالم العربي أو في العالم بشكل عام يعني منذ نهربي العربي حاجة تانية أحداث سفارة إسرائيل وتصميم الشعب المصري على الاعتذار ولسه بعتقد الشعب كمان مصر على التعويضات لأسر الجنود ودلنا تنازل عندها وهو فعلا هيحصل التعويضات دي فده لازم يحصل والحاجة التالتة اللي نشايف من قدرش نغفالها هو مطلب الحكومة الفلسطينية أنه يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة فهل ده كمان من ضمن الحاجات اللي من قدرش نغفالها في وسط ما احنا بنشوف لسه فقط دي حصل ما أكيد طبعا المنطقة دلوقتي في حالة يعني المنطقة في حالة تغير كامل يعني مصر حصل فيها تغير فلسطين بتطالب أن الدول العربية توقف جنبها ودول العالم كله توقف جنبها للاعتراف بالدولة الفلسطينية إسرائيل انتهكتها بيتوضح جدا للعالم كله انتهكتها مع الفلسطينيين بيتوضح للعالم كله والعالم كله يعني أصبح مستاء منها فإسرائيل بتحاول أنها تخشى من المجهول هي بالنسبة لها المنطقة أصبحت مجهول تخشى من اللي بيحصل في المنطقة فعايزة استقرار عايزة هدوء نوعا ما في المنطقة وأنا أتصور صراعها مع تركيا أو خلافها اللي فات ده مع تركيا بتحاول تلاينه شوية نوعا ما مبارح لما بعثت مساعدات لتركيا عشان خطر شغل إسرائيلي صحيحة لما بعثت مبارح للأتراك عشان خطر الزلزال إسعافات ومسكشفة تركيا رفضت أريد خبر كده أن تركيا تتم عملية الإنفاذ هي اعتذرت وبعد كده وفقت لأن عايزة أقول لحضرتك على حاجة من أكتر الفرق المدربة على مستوى العالم هي الفرق الإسرائيلية فهي دي بالنسبة لهم دي حاجة هتفيدهم فإسرائيل بتقدم يعني كل شوية بتقدم حاجات في وقت هي محتاجة في أن الأمور تستقر يعني عايزة المنطقة تستقر عايزة تشوف الحالة بالنسبة لها ضبوبية وليه ما تعتذرش بقى التركية أنا مش فهمة بالتبعية يعني لو هي بتبعت هو تقرير الأمم المتحدة كمان ما أدنش إسرائيل أه معلشان كده أستاذ جميل عفيفي ناب رئيس تحرير جهية الأهرام شكرا جزيلا على جوت حراتك معنا بجد ونفسي نتقابل مرة تانية في دايما في الأخبار الإيجابية اللي احنا بنستمتع أنها بتحصل وانا عندي أمنية شخصية كده أنا هحاول يعني أشوف حد من اللي بيعرفه عبري أعرف المنشتات النهاردة في الصحف الإسرائيلية أي لا إي يعني أنا برضو مهتم أعرف هم شايفين الموضوع تبادل الأسرة ده شايفين وبأي منظور يعني بعتقد أن احنا مدعوين كلنا هو كان فيه بعد إذن حضرتك فيه محكمة كان فيه ناس مقدمين طلب في المحكمة الإسرائيلية في محكمة على أساس أنه هو يوقف العملية دي لا طبعا لكن إسرائيل رفضت القضل الإسرائيلي رفضت طيب الحمد لله فإحنا ما تجيبها نبص نعرف الأخبار عندهم عمنا زي شكرا جزيلا نسيح حضرتك خلصت حلقتنا